السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتكلمنا الفيديو اللي فات عن التكست جهة لسلايد وازاي اطلعوا بافضل شكل ممكن واتكلمنا عن قاعدة شو انتل وكنفاضل الالوان والترانزيشنز والانيميشنز والالوان هنتكلم عنها دلوقتي قبل ما نبدأ الجرافز والترانزيشنز والانيميشنز هنخليها الفيديو جاي بإذن الله اولا الالوان الالوان بتلعب دور مهم جدا في شكل السلايد وعشان الشغل الوحش اللي بيتعامل في السلايد اكتر من الشغل الحلو فهنقول اللي المفروض نعمله مباشرة ويفضل واحنا لسه بنبدأ نلتزم بيه بشكل كامل بحسنا تفادى اننا نعمل شغل يكون مش مريح للعين او مزعج بصريا اول حاجة احنا عندنا خلفية وقدام الخلفية دي في حاجات تانية زي تيكست صور رسومات وهكذا بالنسبة للخلفية فاحنا بنسميها بورد او صبورة والبورد دي يقيم بيضة تماما يقيم سودة ويت بورد او بلاك بورد ولاني باعتبر ان السلايد دي صبورة فعلا الحيز او المكان اللي بحط فيه الشرح بتاعي فبفضل ان هي تكون بلانك تكون سادة ما فيهاش اي زخرفة او ديزاين حتى لو البوربوينت اقترح عليك فريم مثلا او اي توتش في السلايد شيلو خلي دايما السلايد سادة ويكون الكونتنت اللي جول السلايد هو اللي مرصوص بشكل حلو مدي للسلايد الشكل الجمالي المطلوب هنتكلم عن اول نوع الصبورة البيضة او الوايت بورد زي ما قلنا بنفضل انها تكون سادة هفترض ان انت هتحط تيكست قلنا الفيديو اللي فات لو هتحط تيكست نراعي انه يكون محطوط على هيئة نقاط رئيسية ويطالع منها نقاط فرعية ونراعي حجم الفونت ونوعه ونراعي الجايد لاينز او الخطوط الارشادية ومن اهم الحاجات اللي لازم نراعيها في التيكست الالوان دايما خلي اللون الديفولت بتاعك اللون الاساسي بتاعك هو اللون الاسود وممكن نكسره بالنبيتي او الاحمر الغامد كمان ممكن نكسره بالوان تانية بس يفضل برضو انها تكون غمقة وده ليه؟ لان الخلفية بيضة فلازم الكونتراست بين الخلفية والتيكست يكون عالي وإلا الدنيا بتسيح في بعضها طب الجرافيكس اولا حاول تخلي الرسومات تاخد الوان واقعية او اقرب ما يكون للواقعية فمثلا لون الجلد يبقى واقع الوريد يبقى لونه ازرع مثلا وعاقل مفاوي يبقى مخدر او اخد لون اخضر ولو عندي مجموعة من الورجنز حاول دايما ان الالوان بتاعتها تكون واقعية ان شاء الله حتى تجيب رسمة جهزة مثلا من جوجل وتاخد الالوان منها بالايدروبر ولو مش عارف يعني ايه ايدروبر فاحنا كنا قلناها قبل كده في الفيديو لعليوتيوب اللي هو ازاي بعمل الرسومات في فيديوها دي كمان عندنا مفهوم مهم جدا اسمه الساتيوريشن وهو تشبع الالوان دايما بميل ان الالوان التشبع بتاعها يكون ضعيف لمتغسط التشبع في الغالب بيبقى مزعج للعين وبعد ما توصل لمستوى احترافي معين وقتها ببالعب في الساتيوريشن براحتك وبتقدر بقى تتحكم في الشادو واللايت وخلافه لكن حاليا دايما بنميل ان الالوان تبقى واقعية والتشبع بتاعها ما يكونش عالي طيب بالنسبة للبلاك بورد بالنسبة للبلاك بورد فانت بتخلي التكست المكتوب والرسومات اكترها باللون الابيض زي التبشير وعلى فكرة الخلفية السودة اللي بحب اشتغل عليها بيبقى فيها سن التكست شر كده كأنها صبورة حقيقية وان شاء الله هنزلها برضو على الجروب في ملف باوربوينت بحيث لو حد حابب يشتغل بالبلاك بورد ولو حابب تضيف الوان للرسومات او التكست برضو بتخلي اللون الغالب فيها هو اللون الابيض وبقية الالوان التانية يفضل انها تكون فتحة بحيث برضو الكونترست مع الخلفية اللي هي سودة يكون عالي بحيث الخلفية تكون غاماوي والالوان تكون فتحة اوي ده ملخص قاعدة الالوان ومع الوقت هنعرف تفاصيل اكتر وهنقدر نطلع شغل احترافي جد الفيديو اللي فات اتكلمنا عن قاعدة show and tell ولو خدت بالك فهي تتكون من فعلين الفعل الاول اللي هو show وده نقصد بيه graphs بكل انواعها والفعل التاني tell وده نقصد بيه text والtext اتكلمنا عنه الفيديو اللي فات الفيديو ده هنتكلم عن الفعل الاول show واللي بيتم من خلال graphs طب ايه هي graphs الممكنة اول حاجة الرسومات او vectors اللي بنستخدمها سواء رسمينها بنفسنا او جابينها من صور ستاني واعتقد الفيديوهات اللي فاتت غطينا فيها فكرة ازاي ارسم وازاي اجيب رسومات جاهزة للموضوع بتاعي تاني شكل من اشكال graphs هو الصور سواء صيغة jpg او png ودي تبقى صور سابتة ما بقدرش افكها اوعمل تعديل عليها وان كان في بعض الاوقات بنعمل بعض تركات كده بحيس ده قدر اعدل عليها اوعمل فاشوات animation ولكن القاعدة ان هي صور سابتة ما بقدرش اعدل عليها فضل جدا كمان انك تجيب الصور من غير labels من غير اي بيانات عليهم ناحية بتخلي الفيديو احترافي اكتر وبتقلل التشتط بتاع المشاهد وبتحافظ على تركيزه على الحاجة اللي انت بتشرحها فقط ووقات السلايد بيبقى فيها mix vectors صور او كذا vector مع بعض او كذا صورة مع بعض وهكذا كلنا نبدأ بال vectors قلنا ان vectors او الرسومات ليك كامل الحرية عليهم فيفضل جدا ان الرسمة تكون معبرة عن الحاجة اللي انت بتتكلم عنها باكتر وابسط شكل ممكن فمثلا انا عايز اقول ان ال patient هيعاني من اعراض انسداد معوي intestinal obstruction والاعراض دي بتبقى في صورة مغص وترجية فانا رح تجايب رسمة لوحد ماسك بطنه كتعبير عن المغص وبيرجع فكده الرسمة بتوضح اللي عايز اقوله مباشرة مثلا دي رسمة تشريحية عايز اقول فيها ان في الوريد الفلاني بيتحد مع الوريد الفلاني عشان يعمله ال portal vein وبعد كده بيصوب في الليبر فالرسمة معبرة جدا ومش عاملة اي صعوبة في توصيل المعلومة كمان الرسمة مراعية جدا فكرة lines لو لاحظت هتلاقي الرسمة على الرغم منها مكونة من كزا structure الا ان هي تحس الناس symmetrical متسنترة في نص الشريحة بالزبط هنا بشرح خطوات عملية بفتح في المكان الفلاني وبعد كده بشيل كذا وبعد كده بخاطر المصل وهكذا فانا معودش احكي للمشاهد خطوات العملية وهو مش شاف حاجة قدام لا انا هجيب له المشهد نفسه قدام عينه ده دورنا من ناحة graphics كمان من الحاجات المهمة جدا انك تستغنى في الرسمة عن اي تفاصيل مش ضرورية بحيس بقى دايما الفوكس بتاعك على الحاجة كذلك برضو الأوبجيكت ما يكونش صغير قوي ولا كبير قوي بحيس ما تكبرش لدرجة انها تضيع تفاصيل مهمة تبع الرسمة ولا تصغر بحيس نبقى فيه مساحات مهضرة في الشريحة المساحات المهضرة دي شيء سيء جدا وبيقلل من جودة المشهد او اللي سلايد ككل كل صنطي في الشريحة مهم خد بالك ان كتير من اللي بيشوفوا الفيديو بيشوفوه على موبايل او تابلت فالشاشة تبقى صغيرة فما تضطروش انت ان هو يجيبنا الضارة عشان يشوف السلايد وحتى لو بيشوف السلايد على شاشة كبيرة المساحة المهضرة بتكبر مع الشاشة الكبيرة وهتظهر برضو بشكل سيء وده مش معانا ان احنا نزح من السلايد بالعكس انا ضد الكركبة بس انا بتكلم لو عندي رسمة واحدة في السلايد ازاي اتجنب ان يكون فيها مساحات مهضرة فمثلا لو عندي رسمة واحدة احاول ازبط حجمها حيث تبقى واضحة للمشاهد واصنطرها في الشريعة وبالتالي لو تبقى مساحة مثلا يمين وشمال تبقى ادبعض لو عندي رسمتين برضو حاول اوزعهم بشكل يكون مريح للعين وبسعيد نفده اختيار الحجم المناسب للرسمة وكذلك تضبيط الرسمة مع اللاينز اللي قلنا عليها فانت المفروض تتعامل دايما على ان المشاهد من حقه انه يحصل على تجربة مشاهدة ممتعة ايا كان الجهاز اللي بيشوفك منه فهنا مثلا احنا بنتكلم على علاج مشكلة معينة رحت قسم الشاشة نصين وحطيت هنا رسمة المريض ومعلق ماسكة الاكسوجين وهنا تويلز او فوة دافية عادة الامعان هنا بقفل الدفكت زي ما قلنا اثناء العملية فروحت رسمله البروسيدجر اللي انا بعمله طيب بالنسبة للسلايد دي السلايد دي واللي بعدها بيعبره عن جانب مهم جدا لاستخدام الفيكتورز وهو ان اقدر اعدل على الرسمة نفسها واقدر استخدمها في اكتر من حاجة ده مهم جدا هنا مثلا عايز اتكلم عن وراء معين بيحصل في الامعاء الدقيقة فلو اغدين بالكم الرسمة متسنترة في نص الشريحة وروحت مخفف اللون بتاع المعدة والقولون بحيث الفوكس بتاع المشاهد يبقى على الامعاء والاورام اللي بتحصل فيها هنا انتقلت للصبورة الغمعة بس هنا هي لونها كحلي شوية ودي رسمة بتوضح العضلة اللي بتقفل العين اسمها ربيكولاريس أوكيولاي ممكن اغير الخلفية اخليها البلاك بورد الكلاسيك بتاعتنا هنا مثلا صورة للمعدة كانها معمولة بالتبشير سواء ابيض او الوان هنا رسمة للجهاز الهضم هنا رسمة للنيرف سبلاي المعدة ولو اخدنا بالنا بنلقيم كلهم متسانطاري ده بالنسبة للرسومات والفيكتورز طب بالنسبة للصور جزء كبير قوي من اللي احنا قلناها على الفيكتورز ينطبق على الصور لكن هنضيف بعض الاضافات اول حاجة دايما نختار الصورة اللي جورتها عليها فوق الالف او الف وخمسمائة بيكسل تاني حاجة الليبلز دايما حاول تجيب الصورة ما فيهاش ليبلز انت لما بتيجي تشتغل على فيكتور وتعدله وبتقدر تشيل منه البيانات او الليبلز بسهولة لان احنا قلنا الفيكتور بيتفكك بالكامل لكن لو هتستخدم صورة عليها بيانات وليبلز كتير فصعب جدا انك تشيلهم والصورة بتبقى مزعجة جدا وبتشتت المشاهد فانت من الاول العب على ان انت تكون جاب صورة ما فيهاش ليبلز تاني حاجة مكان الصورة وحجمها دايما نخلي الحجم كبير ومناسب وفيش داعي انك تخلي الصورة صغيرة طالما فيه مساحة في السلايد تمان لو الصورة دي هي الابجيكت الوحيد في السلايد تحاول تخليها في السنتر بتاع السلايد وبتعمل دا عن طريق الجايدلاينز نفس الكلام في السلايد دي الحجم مناسب موجود في السنتر هنا برضو الحجم مناسب والصورة في السنتر الصورة دي حجمها كبير جدا ومالية للسلايد بالكامل كل عنوان محتوط في مكان مناسب الصورة دي حجمها كويس جدا ومتوسطنة والخلفية عبارة عن نفس الصورة بس متكبرة ومغمقين الاضاءة باعتها ومعمول عليها بلير بحس تبقى هايزي وبرضو ملتزمين باللاينز هنا صورة لسندروم معين واسم السندروم تحتها مكتوب بخط مناسب ومكانه مش مزعج ونفس الكلام هنا نفس السندروم والاسم معمول بنفس الطريق والخلفية عمولها بالبلاك بورد فالتباين بتاع الصورة مع الخلفية جميل جدا بيخلي عين المشاهد مركزة مع الصورة بس بدل للخلفية ما يكون فيها الوان كتير او فتحة او بيضة او كده طب لو عايز اضيف عنوان مع الصورة فكده بقى عندي سلايد عنوان هاعمل فيها نفس الكلام اللي قولناها الفيديو اللي فات اضبط حجم الصورة والتكست وحطوهم جنب بعض وملتزمين باللاينز نفس الكلام هنا برضو طب لو عندي اكتر من صورة في السلايد اول حاجة لو صورتين بحاول اخلي الصورتين قد بعض بالضبط في الحجم ولو هاعمل اي تاتش هنا هاعمله هنا ونحطهم جنب بعض ونخليهم متسنترين وعلى مسافة واحدة من اللاينز طب لو ثلاث صور بتديهم احجام مناسبة عشان ما يبقش فيه زحمة في الشريحة وبرضو بتسنترهم حوالين الخطوط الارشادية طب لو اربع صور ممكن نعملهم على شكل مربع زي الصورة دي طب لو خمسة هنعارضهم برضو بشكل يكون مريح للعين ومنظم ومش عشوائي يبقى كده الفيديو ده اتكلمنا عن الجرافز سواء فيكتورز او صور وارده اتكلمنا عن نظريتي الالوان ازاي يظبط الالوان ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن السلايد لما بيقى فيها ميكس تيكست و جرافز رسومات او صور مع وجود تيكست شكرا شكرا